دعا المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة الصنعاء أبناء أمانة العاصمة والقوى الوطنية إلى الاستفاف الوطني خلف مجلس القيادة الرئاسي ودعمه بكل إمكانياتهم لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة الصنعاء اجتماعا في مدينة مارب رئاسة وزير الدولة من العاصمة اللواء عبدالغني جميل وأكد جميل على ضرورة التزام الجميع بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وقرارات الحكومة مشيرا إلى أن مجلس القيادة يعمل على استعادة مؤسسات الدولة وحماية حقوق ومكتسبات الشعب اليمني وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوث الإرهابية بأي وسيلة إن كانت سلما أو حربا وأجدد وزير الدولة أمين العاصمة التأكيد على أهمية إدراك كافة الأحزاب القوى الوطنية لحساسية الموقف وأن مهمة استعادة مؤسسات الدولة مسؤولية تطلب تضافر كل الجهود الرسمية والشعبية والوقوف صفا واحدا في خندق الوطن والعمل الجاد من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات أبناء الوطن كما جدد اللواء جميل دعوته لكافة المكونات السياسية لتوحيد قواها في مواجهة ميليشيات الحوث الإرهابية التي تعمل على تقويض الجهود الوطنية وإطالة أمد الحرب مشددا على دور الإعلام في نشر روح التعاون والتكاتف بين كافة القوى الوطنية